طيب نروح خبر بقى خاص بوزارة الزراعة أطلقت وزارة الزراعة والسصلاح الأراضي قافلة منافذ متحركة إلى محافظة المنوفية تشمل 23 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة ومزارع والجهات الإنتاجية التابعة لها ويتذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتوجهات السيد القصير وزير الزراعة والسصلاح الأراضي بدخل مزيد من السلع والمنتجات من خلال منافذ الوزارة وترحى للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العب عن كاهلهم تعالوا نشوف التقرير دوت ونرجع تاني نكمل أخبار السلع والبيض والسلع الغذائية المتحركة تابعة لوزارة الزراعة والتي تضم 23 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة لتصل إلى وجهتها في محافظة المنوفية والتي تفقدها محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة هي تكسيط حي للمبادرة الأعظم والأكبر التي تلقى في قامة الرئيس عفتاح السيسم من سنتين وهي المعنية بمحاربة الغلاء ومبادرة من خير مزيد عن الأرهنين تعني توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقلعنا للسواق الأخرى من 20 إلى 30 وتصل في بعض السلع إلى حوالي 40% نحن وقفين وورانا منفذ الأسماك وده من خير وزارة الزراعة من مزارع وزارة الزراعة التابعة لهية السروة السماكية قافلة متنوعة جدا من السلع والبيض والسلع الغذائية بكافة أنواحها والبيض والحوم المجمدة والرز وكل الأمور بحيث أن نقول للشأل الأهل المنوفية نحن جبكم وإحنا معكم وإحنا في المسئولية لتخفيف العبئة على الناس وشارك بالقافلة العديد من القطاعات الانتاجية بالوزارة وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتوجيهات السيدة القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي بدخ السلع من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة طبعا مجالس الزراعية أو تحدي المجالس على مستوى الجمهورية مشارك يمكن عنصر أساسي ومشارك رئيسي في مبادرة خير مزارعنا الأهلين ومبادرة خير مزارعنا الأهلين هي مبادرة مستمرة من العام السابق منذ طبعا معرض الزهور حتى الآن مبادرة شغالة اتحاد المجالس عنده حوالي 79 منفذ ثابت على مستوى مدريات الزراع والإدارات الزراعية طبعا على أرض محافظة المنوفية النهاردة بيشارك ما يقرب من 25 سيارة محملة بكافة السلع الغذائية لاتحاد المجالس الزراعية طبعا اتحاد المجالس الزراعية ده مشاريع بتقوم بها وزارة الزراع بتوفير السلع الزراعية للجمهور وللفلاح وللمواطنين وشهدت القافلة منذ وصولها إلى ماكن تمركزها بالميادين العامة بمحافظة المنوفية أقبالا كبيرا من المواطنين والذين أشادوا بدور الوزارة في توفير المنتجات والسلع الزراعية بأسعار مخفضة الأسعار جميلة وممتازة للسمك برها بـ 55 إحنا جاي بينه بـ 38 حاجة جميلة وحاجة كويسة وأسعار الخضار حلوة والخيار برها بـ 10 جنيه مدهونا بصراحة بـ 6 جنيه حلوة كل حاجة كويسة هنا ورخيصة تتوسع في المشروع المبادرة يعني يا ريت ما يبقاش ميركزها على المراكز فقط الكرة محتاجة أكتر من المراكز 23 سيارة محملة بالمواد الجزائية والسلع والمنتجات لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة هنا في محافظة المنوفية وذلك ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهلين والتي أطلقتها وزارة الزراعة والسصلاح الأراضي من محافظة المنوفية أحمد سعيد مصر الزراعية طبعا احنا شفنا التقرير دوت وشفنا المبادرة اللي أطلقتها وزارة الزراعة بصراحة مبادرة هيلة جدا يعني احنا لو تكلمنا عن المبادرة دي مبادرة هيلة جدا احنا مبارح كان معنا على الهاتف لما نكنت معاكم مبارح كان معنا مستشار سعيد صالح مستشار سعد الوزير زراعة للمنافذ والتوزيع وبصراحة هو يعني ادانا حاجات يعني مبارح كان بيقول ان القافلة هتتحرك النهاردة المنوفية واحنا جبنا لكم هو التقرير اهو الخاص بمحافظة المنوفية وقال ان العربيات ديت اللي بتروح اللي راحت النهاردة محافظة المنوفية قال هتلف كل محافظات مصر يعني في خلال الاسبوع القادم هيبقى فيه في محافظة تانية وهنعلن عنها وهنتكلم عنها وايضا كمان نتكلم وقال ايه قال ان احنا عندنا 245 منفذ يعني فيه 245 منفذ ده غير كمان العربيات اكتر من 20 عربية محملة بالسلع 255 منفذ ده على مستوى الجمهورية على مستوى المحافظات الجمهورية كلها وقال كمان ان سيد وزير الزراعة قال ان على نص 2023 هيبقى 300 منفذ بدل 245 هيبقى 300 منفذ وقال كمان ايه بقى شرح وقال ان الاسعار اللي موجودة في المنتجات بتاعة وزارة الزراعة اقل من السوق بتلاتين في المية وفيه منتجات وصلت لاربعين في المية فاتكلمت انا في الكلام ده مبارح وقلتلكم يا جماعة ان لو واحد راح متجر ولا راح هيبر ولقى مثلا علبة مش عارف ايه سلعة معينة هتلاقيها في وزارة الزراعة اقل تلاتين في المية وجودة عالية لان ما فيش مية وسيط دي جاية من الارض عليك يعني مش جاية من حتة تانية ما فيش مية وسيط يعني هي من منتجات وزارة الزراعة يعني من الاراضي التابعة لوزارة الزراعة سواء كانت كافة السلع وبتيجي للمستهلك على طول او للمواطن على طول مش بتروح بقى لشركة مش عارف مين وشركة مين وشركة دي تديها لشركة دي عشان تنزلك بعد كده المتجر التجزئة او للهايبر اللي انت بتتعامل معها جودة عالية حاجة كويسة جدا قال لك كل المنتجات موجودة زيت سكر رز بيد فراخ لحوم حتى اللحوم كمان لما تكلمنا اللحوم بره بتتعدل ميتين وميتين وعشرين في وزارة الزراعة بمية وثلاثين جنيه يعني اللحمة الضانية تروح تجيبها من هناك تجيب الرياش الحلوة اللي انت بتحبها دي هتلاقي بمية وثلاثين جنيه الرياش الضاني هتلاقي كافة انواع اللحوم كيف ده مفروم سجوء هتلاقي كل حاجة موجودة في منافذ وزارة الزراعة ده غير كمان المنفذ الرئيسي اللي موجود عند الوزارة يعني السكان اهلنا في الجيزة كلها في منفذ رئيسي هو منفذ وزارة الزراعة عند الوزارة في كل المنتجات العسل بكل انواعه اللحوم بكل انواحها كل الخضروات موجودة كل الحاجات كمان المصنعة سواء كان مثلا اللي بيحبوا السجوء بيحبوا الهنبورج حاجات المصنعة من اللحوم يعني او من الفراخ الفراخ برضو موجود كاراتين البيت برضو موجودة بقى اسعار اقل لعشرين في المية من اسعار بر فانا شايف مبادرة جميلة جدا بتقوم بيها وزارة الزراعة لحل طبعا الازمة في موضوع السلع النقطة التانية كمان ان مستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة قال كمان ان كل المنتجات متوفرة يعني مفيش حاجة اسمها اه انا هاخد وانا خاف الحسن الحاجة تخلص بكرة الحاجة تخلص لا لك كل حاجة متوفرة خد براحتك بس الحاجة كلها متوفرة ما تقلقوش الحمد لله الارض المصرية بتطلع خير كتير قال لك كل حاجة متوفرة ما تجيش مثلا تاخد مثلا اه اصلا اخد عشرين كيس سكر عشان اه اه اخزنهم عندي ممكن ملاقيش الاسبوع الجاي ولا حاجة لا لا موجود كل حاجة سكر موجود رز موجود شاي موجود عسل موجود مكرونة كل حاجة موجودة وكلها منتجات عالية الجودة من وزارة بصراحة جهد كبير جدا بتقوم بيه وزارة الزراعة في هذا الموضوع